أستاذة مريم ما شاء الله تجربة رائدة وفريدة من نوعها أيضاً وفريدة في هذا المجال بالذات رغم أننا نلاحظ أن دراستك كانت Petroleum and Water Development وبعدين الماجستير كان في التمييز المؤسسي وإدارة الأعمال لماذا لم تطرقي مجال الدراسة الأكاديمية لهذا الشغف اللي تخصصتي فيه بعدين؟ بداية نختي عاش أنا أشكركم على هذا الإطراء الجميل وعلى المقدمة الرائعة ألهمتني هوايدي من خلال الكلمات المنطقة والسرد الجميل اللي فيها هذه تعطيني طاقة لأنني سبحان الله تواجد بشكل أكبر وبشكل إن شاء الله بإذن الله يكون بارز وناجح وإن شاء الله تكون تجربتنا متميزة لما نطمح له ولما سمعته في هذا التقرير يمكن على موضوع شوي التخصص نقدر نقول صحيح أنه كان هذا الشغف بالنسبة لي أو حلم صغيرة أحيانا تكون بالفطرة سبحان الله يعني أي التعليم من الفطرة فأنا يمكن شف نقدر نقول أو متعلمة أو متذوقة فكانت هذه نعمة وهبني الله إياها فسبحان الله كان بالنسبة لي موضوع أني أمارس هذه الشغف يمكن كان بالنسبة لي أكثر يكون عملي أكثر ما يكون مجرد نظري فخط المجال على طول عملياً وكنت أخذ دورات طبعاً أكيد لازم فيه دورات خذيناها خارج الدولة أنا وابعبد الله الله يحفظه وخذيناها بعد جزء فيه كان داخل الدولة ولكن داخل الدولة كان يمكن أن نقول وصولنا ودخولنا للكوميرشيل كتشن ولكن كترينين وكدراسة وكتدريب يمكن كانت خارج الدولة أكثر اشتركوا في القناة